إن شاء الله الصوت واضح يمكن إن شاء الله موضوعنا اليوم هو المنجمينت of head trauma طيعة السكرين يمكن نعم دكتور واضح management بها المحاضرة نوضح لكم the types of head injury and the difference between primary and secondary brain injury والseverity according to the Glasgow Comoscale والmanagement المدكال والسرجال ونوضح للمدكال and subarachnoid hemorrhage definition of head injury is a traumatic injury involving the cranium and intracranial structures from the skull or the brain traumatic brain injury and head injury are interchangeable terms used to describe injury أما traumatic brain injury أو head injury طبعا المجزلوفيشي is not a part of head injury والحايتكم الصورة والصوت إن شاء الله أي دكتور واضح الحمدلله هذا السلايد يشوفنا الأناتومي of the skull and meninges and the brain ما أخذيه أنتو تعرفوها أنه عدنا السكالب وعدنا البريوستيوم وعدنا البون وبعدين يجي جوا المنينجيز important structures and of clinical and surgical importance إيقدنا السكالب منشب الهجوال وسيكال للسكاشر أنها عدنا السكارب للسكارب للسكارب That's the end of the skull Of the skull and cause life-threatening and causing and causing and causing 以及 and causing المصدرات على المنظر الاجتماعي zoals المنظرات على الانوراس المفكلاة والمقات والمقات والسجار والتعاملات فيها والمجازة في النظرات التي تصبع الم ومشاركة المصر ومشاركة مبسيطة المدينة في التسجيل المعارضة توليك ومشاركة المثال لتصمع المتحول على التقوية المنزل ومشاركة المتحول على الرجل المنزل مجرد حسابي وزالج حالة وزالج رائدات أشخاص وكثير من الجانبين في سنة ثلاثات الأرض في التعامل من فالذي من صفحات أو من صفحات أو شرطة قد يوجد عشرة يمكن أن يكون عليك فرصة في كل مستفيد بفضل مدرسات في فى 16 و 25 عام أكبر من لمرسة المسيح. تفضح كثيراً. بالميزء المسيح. فمن يوجد طريق القزي الملامسيات فيها عندما تعرف في حالة العنوان وهذا�� بالأسفل في مدانية ثم كان دورات وقت في حالة داخل السعادة من تحالف العنوان ستقبل أن تقليل قبل أن تحالف العنوان دورات بالسعادة تقليل بعض منتخ tierraèce المثق perspect in traumatic brain injury pathophysiology as the concept of cerebral perfusion pressure. This is very important which is the difference between mean arterial pressure and intracranial pressure as you can see in this equation. يعني... يعني... ويزيد الإنتراكراني البرشور راح يقلل البروفيوجين البرشور cerebral perfusion يقل من يقل راح يسوينا إسكيميا والإسكيميا يسوي إدماء والإدماء ترجع يسوينا موريز إنتراكراني البرشور ومن يصير إدماء وإسكيميا راح يصير توكسيك ماتيرير ريليز فيسوي سكيندري برين إنجيري طبعا البرين إنجيري classified into either open or closed or closed or blunt injury الopen هو penetrating طبعا يعتمد على السايد clinical feature راح تعتمد على السايد وهسا احنا هنا نحاول نسوي يعني فالexplanation للإنجيري تلاحظون بهاي الصورة واضحا ينكم this is open injury بالاوقين نشوف obvious external wound بالسكال وممكن بالسكال وو it can be extended to the brain meninges or to the the whole brain anatomy layers كلها can be involved this is the open injury بالclosed injury or blunt injury ما راح نشوف external wound بس الدفكت or العنجيري راح يكون within the brain brain anatomically راح يكون بإدمة or contusions and physiologically راح يكون disruption of the function of neuronal cells واضحة الصورة ان شاء الله واضحة الأمور طلابنا واضحة بكتور ان شاء الله بل blunt head injury الموينج 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 عندنا حادث سيارة أو يعني fall الموينج 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 هذا اللي يصير مثلاً راحد على مطور ويدعمله بحائط أو تيل أو في السيارة ويندعم ويضرب للجامع من السيارة فهي الموينج ممكن يسوينا scalp injury ممكن fracture of the skull وممكن contusion to the brain tissue العنجري resulting from rapid acceleration or deceleration of the head بالسيارة تمشي سريع وتصطدم راح الbrain moves within the skull or within the cranial cavity يعني هو بياناتهم بين ال skull وبين الbrain تصرحون بس مني يصير حركة سريعة راح الbrain يضرب ال skull from inside ويسوينا يعني بهاي الحركة يسوينا اكزونال damage من الحركة من الbrain التشو يعني الكورتكس over the white matter ممكن يسوينا اكزونال damage من الحركة من الbrain التشو يعني الكورتكس اكزونال damage موضحة هنا it can cause coup and counter بهاي الصورة اللي تلاحظوها هاي ال direct injury هاي يعني صورة حقيقية الbrain after injury and death هنا بالجزء المباشر اللي يطخ او يضرب the skull راح يسمي coup injury وبالجزء المقابل من يرجع الbrain يسمي counter coup ممكن هاي الانجوري ماكو بس ممكن يكون concussion or contusion or diffuse exonal injury مثل ما قلنا الbrain يتحرك سريع ممكن الكورتكس يصير بيها sliding over the white matter فيصير cut لل exonal يعني يعني يصير transmission of the impulses from the cortex to the exome secondary injury ممكن يكون عدنا concussion ممكن epidural or epidural hematoma edema or due to infection post-traumatic complication ممكن يصير عدنا epilepsy dementia or or vegetative state or coma نحن نشوف الصورة هذه من penitrating injury penitrating caused by bullet can be classified into high velocity or low velocity injury high velocity and low velocity by knives or screw drivers التي ممكن نحن نشوفها طبعا بال high velocity damage يكون ويالتراكت مثل ما ملضح هنا هادا الـ direct injury of the bullet و due to shock waves ممكن يصير عدنا distant or injury away from the tracts due to movement of the bullet while it enters to the brain tissue tracts ويالتراكت يعني مما تدخل ممكن يسوينا heumorrhage وهذا heumorrhage يسوينا إدمة والإدمة راح تزايدنا intracranial pressure هاينها الصورة كل شوالها تلخص كل يعني pathophysiology raised intracranial pressure راح يسوينا herniation or the brain tissue either transtentorial or transthoraminal through foramen magnum ويسوينا compression على brain stem ويسوينا ممكن death واضحة الأمور دكتور الhigh velocity low velocity تكون أسوأ لهو نفس الشيء لا طبعا هي الhigh velocity هي الأسوأ لأن بيها direct injury وبيها shock waves اللي يسوينا more injury اللي low velocity تكون يعني أو better than high velocity واضحة الأمور لحد هنا إن شاء الله نفسها ما قلنا رأيتكم. هاي انجري تودا سكالب هذا يعني ووند ان ذا اوكسيبت اباو 2-3 cm. اكلير ايج نوك لاسريتل فهذا انجري تودا سكالب. اكو عندنا سبقاليال هيمتومة مرات من يصير عدنا انجري ما يصير عدنا ووند باش موك يصير سوالينج. ديس سوالينج ديوتو سبقاليال هيمتومة مثل ما نلاحظها بهاي الصورة اللي هي ليدينج اندرنيث غاليا أقونيروتكا. هاي يعني فرقونت فايندين بالهد انجري خصوصا المائل أو موجرات انجري ممكن بلا طوال نورمال وجانيال ديوري دوو توريشار على كرانيوم والا بابي باسم فروه وجانا موك يصير عدهم مهمة بليدين يسمي كبت سكدونيوم أو سفالة أو هيمتومة. هاي توضحها للصورة. فرقونت أبزوريشان أو فايندين بالأطفال with normal vaginal delivery and of no surgical significance. الإنجري can be to the skull to the bone and can cause مثل ما نلاحظ بهاي الصورة الصورة العفوة linear fracture in the bone. وبهاي الصورة اللي هي CT هاذا depressed fracture. واضحة ينكم؟ واضحة دكتور. الـ depressed fracture طبعا بي surgical significance اللي هاذا دتلاحظون البون depressed to inside causing pressure on the dura and in the brain tissue and cause injury and may cause focal fit or bleeding. فهاذا such fractures need surgical intervention. باللينيار fracture عالة دا سمبل ومويا هيمتومة هاز نو surgical intervention. بس مرات اللي fracture مثلي هنغا يكون كلش large ممكن يسوينا bleeding ويسوينا ekstra-dural هيمتومة. فهنغا مثل ما دتلاحظون بسوينا surgery and need evacuation of hematoma and fixation of the fracture. The closed fracture اللي هو ما بي wound has a significant chance of associated intracranial hematoma. يعني اذا ما عندنا wound وصار fracture ممكن هذا يسوينا inside the cranial يسوينا intracranial hematoma. لان bleeding ما راح يطلع outside راح يجمع inside. الـ open fracture يعني هذا يسوينا hematoma. iconicloids يسوينا potential serious infection. يعني يكون open contaminated دائماً the injured material يعني وذر سكروه. أو همر أو همار أو نايف أو بولت تكون contaminated فالسوينا serious infection. As mentioned, any foreign matter imbelled in the skull should be left in the place for removal by neurosurgeon. هنا اذا او. يعني مضروب مستشينه وسستشينه داخله او مرادر نفيس او ايشي يعني. لازم نبقيها ايشي ايشي جريمة لايشيك يشيلها. هنا هنا سلايد ويوجد حلقة دبريستو فرقشا بيس أوف سكال دبريستو انسايد باي فورس فورس واذا باي همر أو باي ستون فهذا حشينا ممكن يسوينا بليدينج ممكن يسوينا برشار على البرين تشيو ممكن يسوينا هماتومة طبعا اذا كنت راح يسوينا ممكن يسوينا هنا توضيح للي حشينا هذا الانير فرقشا قلنا مرات افنو سيجنيفيكنس الانس ديريس هماتومة وهذا الديبريست واضحة يمكن الصورة واضحة بكتور ايه الديبريست فرقشا بالاضافة الى انه يسوي برشار على البرين تشيو يسوينا اكسرا ديريورال هماتومة واللي هاله ممكن يسوينا نيرولوجيكال ديفيسيت اخر سكال انجيري هو بيزيلر انجيري اللي هو يصير بالفلور أو بالباس أو بالسكال أو بالسكال أو بالسكال أو بالسكال أو بالسكال كل واحدة تطينا فد ثانيا هاي اللي تلاحظو هاي البروزز هاي راكونز اي اللي هي ما الانتيرير اللي هو كرانيال فوسة أو فراكشا هاذا الفراكشا يسوينا راكونز اي اللي هو يشبه هاذا الانمال عدنا الميدل كرانيال فوسة أو فراكشا أو فراكشا يسوينا هاذا اللي هو نسميه باتل ساين اللي هو اكموسز أو باتل ساين أو اللي هو م positioning مثل أي من الاترانيال يمكن أن تكون موجود أمور موجود كمه موجود أو كمه يمكن أن تكون حضار مجرد المترجمات المترجمات القائمة The secondary brain injury. نعرف كل واحدة. Cerebral contusion اللي هي primary injury is a slight distortion causing temporary physiological changes leading to transient close of consciousness with complete recovery. هذا a concussion. المترجم لسهارة ال Motioncusion it's more severe degree of damage with bruising and cerebral edema leading to diffuse or localized changes cerebral laceration as its name implies is a tearing of brain surface with collection of blood in different spaces and with تحرك حركة سريعة يعني التيشيوز ورايرس راح تموز وان او 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 اضر فيصير كتب الاجزون هذا المور سبير انجري هاي هنا صورة تفضحنا الدفوز اغزون الانجري هاي هنالغري ماتر وهنا الوايث ماتر واضحة يومكون واضحة دكتر منا نصير حركة سريعة راح نشوف هاي الكت اللي صير بالأكزون فراح يصير عندنا loss of impulses from cell bodies to the exome فيصوينا severe injury. هنا بالlateral view هاي نشوفها the contusions or localized the bruising over the surface of the brain. ال other aspect المهم of brain injury or intracranial injury هاي الهمتومات اللي هي ال epidural مثل ما نشوفها epidural hematoma, subdural, subarachinoid, intracerebral hematoma or intraventricular hematoma. الاكسراديورال همتومات هي as its name refers, هي بالاكسراديورال space. The common site, the temporal region, common artery injured, the middle meningeal artery. أكو عدنا يسموها اللوصد interval, commonly present in the temporal hematoma. يجي المريض conscious. After that, the patient deteriorated consciousness level due to accumulation, rapid accumulation of the blood. هنا بالصورة مالي سيتي شوفها by convex, hyperdense lesion causing pressure in the cortex and the obliteration of the epsilateral ventricle and massive edema. هاي كلها سويننا رسي انتراك رانيال pressure و سويننا herniation and if not catched and treated immediately, the patient will die. So, a need immediate surgical evacuation by craniotomy. نفتح البون و نسوي يعني window بالكرانيوم و نشيل الهمتومة. هاي هنا واضحة الهمتومة. م His right you know the AmyMi. It kinda can be be even edges from the superior sagittal sinus or from the fracture side. هنا ما أبضحنا السبعدورة. قصيرخص �zzarella. هنا أبضحة الهمتومة. Primbstähر تشوف يمطة الممام إخلص حتي. هنا هاي هنا السبinary amino��는. هنا السبعدورة و هناisco命سرار. السبدural همتومة مثل ما قضحنا هي بين the dura and the brain and occur as a result of tearing of cortical veins due to cortical laceration it's either acute or chronic depending on the age the acute usually present with loss of consciousness from time of injury and it is progressive this CT that we can see is acute subdural hematoma which is crescent shape and pressure on the surface of the brain it's called edema and midline shift here and ablutration of epsilateral ventricle the chronic is changing so it's gradual it's called helic and cognitive decline it's called focal neurological deficit either weakness or paresthesia it's called seizure the CT scan is concave but hypodense not hyper the treatment is acute subdural needs craniotomy which is acute extradural hematoma the chronic is only bearhole evacuation here are some pictures of the subdural hematoma which means bridging veins which means bridging veins lacerated or which means venous sinus or which means fracture which means fracture which means tear peludura which means extradural or subdural hematoma subarachnoid hemorrhage is bleeding in the space between the arachnoid space and via matter may be spontaneous يعني ممكن يكون due to rupture aneurysm or may be traumatic اللي يمكن لدي أغلب البيشينت اللي يكونون with head injury يكون عندهم traumatic انتراكينيال or subarachnoid humorrhage. الانيوريزم عادة يجو سكنتينيوس without the trauma. ويكون يعني patient deteriorated or unconscious depending on the side of the aneurysm. هنا اللاحظ بالسيتي يكون subarachnoid in the fissures and interhemispheric. وكل واحدة ممكن تعنينا اذا aneurysm طبعا كل سايت ممكن ينطينا pedmarker bleeding from which vessel. مثلا هنا يكون from middle melangeal artery هنا from anterior cerebral artery طبعا يحتاج لازم نسوي الى angiogram خاطر نعرف bleeding site لطبع يعني ممكن عندنا صغير تتجمع واحدة تفتح عليه بسوينا intra cerebral hematoma بالCT نشوفها hyper dense legion وياها surrounding edema and mass effect and midline shift the treatment of an eda large should be surgery by opening the cranium craniotomy and evacuation of the hematoma severity can be assessed according to glasgow comascore eda minor head injury يكون glasgow 15 and low loss of consciousness or amnesia mild من glasgow يكون 14-15 loss of consciousness or amnesia for short period or impaired alertness or memory moderate من 9-13 loss of consciousness اكثر من 5 minutes severe head injury glasgow comascore يكون من 3-8 طبعا ممكن يسوينا brain edema ليهي accumulation of fluid intracellular extracellular due to congestion and dilatation of blood vessel it may be either generalized or localized brain crosses brain crosses severe variety of destruction and it is due to hemorrhagic infarction brain ischemia due to increasing tracranial pressure this will lead to alteration in the perfusion cerebral perfusion pressure راح تغير فغاذا بحذاتي يسوينا ischemia ويسوينا بيشيا circle causing progressive ischemia again الكوب انجري جنا it occurs in the side of blood to the head will counter الكوب occurs in the side opposite to the blood on the head واضح ع الامور يمكم إن شاء الله واضح صورة والصوت واضح دكتور واضح الحمدلله هاي الصورة توضح كل اللي حتيناها قبل شوية هاي الكوب انجري اللي هو direct blue هاي هاي ذكرناها هو من يصير عندنا هيماتومة ال closed space بالكرانيوم راح يصير pressure على الbrain اما يسوينا هاي هنا transcentorial or subfalcian or transforaminal herniation فهاي هاي types of herniation طبعا الherniation يسوينا pressure على vital centers يسوينا ممكن cardiac or respiratory disturbance and may cause death clinical approach بال head injury very important history taking والexamination بالhistory لازم نعرف المكانزم نسأل عن consciousness loss of consciousness والامنيزية الليبال level of consciousness at same and on the transfer is get channel consciousness level multi-victal injury واثناء النقل ونشوف current symptoms إذا عقوه سيجار لازم نتأكد من الoxygenation والهيبوكسيا نتأكد من المدكال condition or any medications the patient taking الـ evaluation طبعا عدنا ATLs guidelines اللي هو حاليا عدنا دورات بالكلية عالية والABCDE approach كلش مهم الـ الـ resuscitation and primary Neurological assessment and secondary survey الـ الـ Neurological assessment the level of consciousness the Glasgow score الـ pupillary reaction كلش مهم الـ vital signs very important reflexes والمovement باللمس whether weakness or not spastic flexion or extension a secondary survey where status and protection of airway assessment of general assessment and other injury like fracture abdominal thoracic injury presence of any scalp hematoma fracture of skull bone which may be depressed and any blood from nose ear or csf rhinorrhea or csf otorrhea that is bleeding from the or csf coming out from the nose or from the ear ها هنا يعني ملخص لل Glasgow score three parameters ال eye opening والverbal والmotor response كل حالة ننطيها score نجمع أقل شيء ثلاثة وأعلى شيء خمسطعش and in between we can categorize the severity of head and injury هنا الصورة وضحنا site of injury according to pupillary examination how you can read it later on investigation investigation basic test blood biochemistry and specific investigation skull x-ray fracture or calcified pineal gland CT كل شيء مهم CT scan of the brain without contrast so if hematoma midline shift fracture ventricle and brain stem injury carotid arteriography suspected vascular injury MRI we can done we can do it later on ultrasound abdomen chest examination chest x-ray monitoring of intracranial pressure by measuring the cerebral perfusion pressure it can be intraventricular cerebral subdural or epidural monitoring criteria for hospitalization any altered level of consciousness skull fracture history of alcohol bleeding from ear or nose associated injury other injuries neurologic deficit resistant headache vomiting systolic hypertension radicardia no CT scan available or abdominal CT available this is criteria for admission treatment mild head injury here about Glasgow 14-15 it can be managed in the home we can follow them if they have neurological deficit and if Glasgow 15 there are guidelines CT scan if Glasgow score less than 13 Glasgow 13-14 at 2 hours focal neurological deficits suspected open or depressed or basal skull fracture seizure vomiting this criteria for admission moderate to severe head injury aim of the treatment prevention of hypoxia control of raised intracranial pressure maintenance of refusions and supporting measures of head injury survival mobilization in about 10-20% of head injury maintenance of breathing by endotracheal intubation in unconscious patients or tracheostomy in patients with airway obstruction one 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر the head elevation and also the neck arm is not it should be freeavouring hypertension control hypertension only find hypoxia and is kent for ventilation and adequate sedation and do brain-seed scan after that. بالكومتاس بيشن تكون unable to protect airway فضروري كلش انه يعني respiratory support الهايبوكسية تمنعنا الإدماء والهيد اليباشن يعني يعني يسوينا وطبعا الهايبر والهايبو تنشين يسوينا control هاي طبعا الرفرنسيز واتمنى يعني المحاضرة تكون واضحة لكم واذا عادكم اي استفسار او اي شيء ممكن استكتب لكم الرقم والايميل تقدرون ان شاء الله اذا عادكم اي سؤال اي استفسار لا ان شاء الله ان شاء الله اذا عادكم اي استفسار اي سؤال ان شاء الله اكتب لكم على المنصة الايميل والرقم يعني التليغرام ان شاء الله ان شاء الله تتوفقون وطلعون على الدرجات يا رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة